موسيقى اهلا والله سلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف حالكم طيبين بخير منبسوطين رجعنا لكم بمقطع جديد ومقطع ندي جريدي مش انتوزن لها طبعا في هذا المقطع رح نتكلم عن حبيبة ارثر مورغين المخفية ونشوف قصتها من الالف للياء وصراحة قصتها جدا جدا رهيبة ويعني القصة محبوكة درجة اولى فتعالوا سويا نشوف هذه القصة فيلا نخش في المقطع طيب هذه المهمة رح تقدر تلعبها في الشابتر السادس وموقع المهمة رح يكون بالقرم من مدينة الانتبيرغ طبعا لما تجي الموقع المهمة رح تحصل امرأة في حالة سيئة جدا وقاعدة عند قبر معين واضح عليها يعني اثار الحزن ويعني واضح عليها انها كانت تبكي لفترة طويلة جدا وعلى حسب موقع وكيبيديا ردد هذه الامرأة اسمها تشارلوت بالفور طبعا لما تجي عندها رح تحكي لك قصتها المحزنة جدا فتعالوا سويا نسمع القصة اشتركوا في القناة 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 ويجدون بشكل اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة أو المنطقة التي يمكنني أن أخذك إلى؟ لا، لا يمكنني أن أخذها الآن لا يريد أنه لا يريد ذلك لا يمكنني أن أخذها سأفعل هذا لك كال حسنًا سأخذك لك هل هناك شيئا لك لأخذك؟ لا شيئ لا، لا نعرف أول شيئاً عن أخذها لا نستطيع أن أخذها لا يمكنني أن أخذها لا يمكنني أن أخذها إذا كنت تحتاج إلى أن أخذها ولكنني أعتقد أن أخذها حسنًا حسنًا لا تستطيع أن تستطيع أن أخذها إذا كنت لا تستطيع أن أخذها هيا سأخذك حسنًا لكنك لا تستطيع أن تستطيع أن أخذها أنا قد أخذها ولكنني أعرف أن أخذها لا أخذها هيا طبعاً كما رأيت تشارلت تبكي على قبر زوجها ومن المحادثة عرفنا أنه اسم زوجها كال طبعاً تشارلت كانت حالتها جدًا جدًا سيئة وحالتها يعني في أدنى مرحلة وأيضًا من المحادثة عرفنا أن تشارلت ما أكلت منذ فترانة وعما طويلة وهي أصلاً ما تملك طعام إطلاقًا طيب أكيد البعض منكم رح يسأل ليش طيب هي هنا طبعاً هي وزوجها قرروا أنهم يبعدون عن المدينة وإزعاجها وسلبياتها ويعيشون في الطبيعة وإيجابياتها الكثيرة جدًا لكن للأسف مخططاتهم فشلت فشل ذريع والزوج كال مات بطريقة بشعة جدًا على حسب كلامها وأيضًا قالت لنا أنه زوجها كال مات عن طريق هجوم دب عليه طيب أرثر مورغن قلبه كبير جدًا وأرثر مورغن طيب وأبداً أبداً ما طاوع قلبه أنه يتركها في هذا المكان لأنه عارف أنها ما رح تعيش في هذا الوضع وبهذه الطريقة على طول رح تموت فقرر أنه يساعدها ويعلمها كيف تصيد حيوانات وتسلخهم وغيرها وفعلاً شارلت تعلمت الكثير من أساسيات الصيد والسلخ طبعاً لما ترجع لبيتها رح يدور حوار بينكم كيف ترجم شكراً شكراً لكم مرة أولاً أي شخص أمي من أمي منذ أننا هناك من أجل من أجل لكنها لا تجري أبداً لديها أبداً أبداً أتراجتكك ولكن أمي أمي سيارة أمي لوك وهذه هي المرة الأولى اللي تقابل فيها تشارلت بالنسبة للمرة الثانية اللي تقابل فيها تشارلت لما تجيها رح تحصلها تتدرب على استخدام البندقية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة هذا ليس كذلك الرسطول قالت؟ انا لا اعرف الكثير عن الرسطول ولكن اعرف شيء ايضاً عن شراء شراء انظر يجب أن تتحرك وضع وضع فقط تتكلم تتكلم باستخدام طبعا زي ما شفتو تشارلت نوعا ما سيئة في استخدام البندقية وهذا امر طبيعي لامرأة يعني اول مرة تستخدم السلاح طبعا ارثر مورغين رح يعلمها كيف تستخدم السلاح ويعني اعطاها الاساسيات وفعلا شارلت استفادت بشكل كبير وصارت معاها اساسيات استخدام البندقية يعني ارثر مورغين ما قصر معاها علمها كيف تستخدم البندقية وسابقا علمها كيف يعني تصيد حيوانات وتسلخهم يعني اعطاها اساسيات العيش في الطبيعة والبرية طبعا بعد التعليم هذا رح تدعوك لمنزلها لتناول وجبة معينة طيب من المرتين اللي قابلت فيها تشارلت تقدر نوعا ما تستنتج انه فيه اهتمام وحب متبادل بين الاثنين يعني تحس فيه اهتمام بمعنى اخر يعني تحس ارثر مورغين يعني يشعر بمشاعر تشارلت ويقدر امرها ويقدر ظروفها ويهتم بيها يعني بينما في الجهة الاخرى تشارلت ايضا يعني تهتم بارثر مورغين وتشعر بالاسى والاسف اتجاه ارثر مورغين لانه مصاب بمرض السل وغيرها يعني نوعا ما كانت تهتم بي يعني نوعا ما كانت تحسين تلك تاعتني أن ألاحظت أن أشخاص آغارة. سيئة جميع مجرد من فحالة كبيرا، وأحبت أن أشخاص بها مجرد. لكن هناك فعن بالفحال بين حقق المهمة و نايته. ونحن بزعارة كبيرة، الأمور بسطولة، والأمور. تسعرأ. كانت موجودة حاليا. كما أنت موجودة. ممتنشتكي بمسرعوا حسب لكفريكين ممتنشتك في إشارات المرغبية كفالة من فياناتها ثم سألتنا هنا ويتيجتك في هذا سؤالتني لو بسرعة مختلفة سمع الفتابة سمع أمضي من شجف ومعتم بارد رائع وهذا لنظر الأخير من خطقت بشكل م method للأسف أعتقد أنك ستكون جميعاً هل أنت بخير؟ هل أنت بخير؟ لا، أنا بخير أنا بخير شكراً بخير أعتقد أنه ستكون جميعاً ستكون جميعاً أعتقد أنك ستكون جميعاً موسيقى أعتقد أنك ستكون جميعاً وأنها ستكون جميعاً موسيقى ترجمة نانسي قنقر 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 وهذه هي آخر مرة آرثر مورغن رح يقابل فيها تشارلت بالفور طبعا بعد مرور ثمانية سنوات جون مورستين رح يزور تشارلت وهذا ترجمة نانسي قنقر هل يمكنني أن أساعدك؟ أعتقد أنك تعرفت أخي مني أخي يسمى آرثر مورغن وقد أساعدك مع بعض الأحاول سنة أو أئة عام نعم بالطبع جيدًا ألا ترجمة نانسي قنقر هل ترجمة نانسي قنقر سنوات أخذ ترجمة نانسي قنقر أعتقد أنه لم يكن لديه مجدداً مجدداً وقد وجدتني مجدداً مجدداً أن ترى أنك تعمل جيدًا مرحباً هناك طريق طريق ستأخذ كل ما تحتاج من المنزل لا لا هذا لا يحتاج أرجوك لدي كل ما أحتاج أحد أبي 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 صراحة نهاية سعيدة جدًا لقصة حزينة درجة أولى وتشارلت بالفور تستاهل هذا الشيء لأنها امرأة مكافحة طيب شاركونا في خانة التعليقات آراءكم عن قصة تشارلت بالفور وهل تحسون أنه في حب متبادل بين تشارلت وأرثر مورغين شاركونا آراءكم في التعليقات طيب كذا وصلنا معاكم لنهاية المقطع لا تحرمونا من اللايك والسبسكرايب وتعليقاتكم الحلوة حطوا لايك ليجيكم هدى الآن يدمر لكم الجبهة يلا السلام عليكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة